ازايكم يا شباب عاملين ايه يا ربكونا كلكم بخير واهلا بكم في فيديو جديد الفيديو المنتظر نقاط جوجل بلاي المجانية وتبدلها بشدات تمام يا شباب طبعا كلكم طلبتوا مني ان انا نزل لكم خطوة بخطوة ازاي تعملوا او ازاي تحصلوا على نقاط جوجل بلاي مجانية ازاي تطلعوا من المستوى البرونزي وامتى تطلعوه وبتستخدموا النقط دي ازاي وببدلوها ازاي كل حاجة عن جوجل بلاي انا نزلتلكوا اكتر من فيديو قبل كده وبردو الناس مازالت مصممة انهما مش فاهمين ماشي يا شباب واحدة ويا ريت تركزوا معي في الفيديو من اول واخر عشان انا بشرح كل حاجة كل مرة في الفيديو وبردو بترجعوا تسألوني نفس الاسئلة تاني لان انتوا مش بتركزوا في الفيديو كويس ما تنساش تعمل لي لايك وكمنت بعد ما تشوف الفيديو وتستفيد بيه ماشي يا شباب يلا بنا نبدأ الفيديو بتاعنا دي نقاط جوجل بلاي لمعايا دلوقتي في اول اكاونت انا عندي اكاونتين طبعا ولازم يكون الجيميل بتاعك امريكي علشان تاخد النقط بتاعت جوجل بلاي دي المجانية او المدفوعة او كل حاجة لازم يكون معاك الجيميل امريكي ولو انت الجيميل بتاعك مش امريكي هسيب لك الرابط في الوصف اللي تقدر تحاول الجيميل بتاعك لامريكي او تعمل جيميل امريكي طبعا تقدر تعمل اكتر من جيميل امريكي وتعمل به نفس الحاجات دي وتاخد منه نفس النقطة المجانية بحيث انك يبقى معك اكتر من واحد تستخدمهم كده كده انت بتستخدم جيميل لما تستخدم الجيميل بتاعك المصري او السعودي او القطري او العربي عامة مش هتستفيد بالنقط دي ومش هتستفيد بالحاجات المجانية او الحاجات اللي انت ممكن تحصل عليها في الالعاب المختلفة ولكن ازا عملت الجيميل بتاعك امريكي او ازا كان هو بالفعل امريكي فانت بالفعل هتحصل على النقاط وتحصل على حاجات مجانية وطبعا في فيديوهات قبل كده انا نزلتها لكم باثبات شح واثبات ان انا شحنت في لعبة باب جي موبايل اللي انا بلعبها اللي هي خريطة باب جي موبايل شمالية الطابع لفيك دي انا شحنت فيها في فيديوهات قدامكم وشفتوها بعينيكم وانا بشحن في اللعبة ماشي يا شباب موضوعنا النهاردة هو النقاط المجانية وانا هاخد دلوقتي نقاط مجانية قدامكم وهتشوفوها بعينيكم وهبدلها كمان او بلاش هبدلها ان انا بدلتها قبل كده قدامكم يعني التبديل مش مشكلة انتوا بالفعل شفتوني وانتوا متأكدين ان انا ببدل النقط دي بحاجات مجانية سواء باب جي موبايل كاندي كراش كاندي كراش ساجة كاسل كلاش بوكيمون لوردس موبايل يعني كل الالعاب مدينة المافيا فري فاير كروس فاير جوجل بلاي حتى بطاق جوجل بلاي ينفع يعني الميت نقطة بدولار المتين نقطة باتنين دولار 500 نقطة بخمسة دولار الالف نقطة بعشرة دولار كل اللعب اللي انتوا تتخيلوها والتي لا تتخيلوها موجودة هنا هدي فري فاير اهي التطور كارينا فري فاير ماشي المتين وخمسين نقطة بخمسة دولار الالف نقطة بخمسين دولار ماشي يا شباب? انا هنا معايا ستمية واحد وستين نقطة. في لعبة ببجي يعني دول يساوي اكتر من عشرة دولار لان الخمسة دولار زي ما انتم شايفين اللي هم التلتمية خمسة عشرين يوسي بمتين وخمسين نقطة. طيب نيجي بقى لموضوع الفيديو. ازاي اخد النقط دي مجانا وازاي اطلع من من المستوى البرونزي. لو انت بتشوف الفيديو الاول مرة انت هتعرف يعني انت مش هتبقى عارف يعني ايه برونزي والكلام ده بس انا هشرحولك دلوقتي. ماشي تعالوا ناخد النقطة المجانية الاول. اول حاجة. النقط دي بتنزل كل اول شهر اللي موجودة في النقاط المكتسبة. احنا اتفقنا ان انت حولت خلاص الجيميل بتاعك امريكي. وامتابع معايا الفيديو دلوقتي. لو انت محولتوش شوف الفيديو وبعد كده حوله الامريكي وبعد كده ارجع شوف الفيديو تاني. عشان تمشي معنا خطوة بخطوة. دي بتنزل كل اول شهر. النهار ده واحد في الشهر. فالنقط دي بتنزل لنا كل اول شهر. بتخش على الجيميل بتاعك. بتدوس هنا على الثلاث شورة اللي فوق. هاردع لكم. بتدوس هنا على الثلاث شورة اللي فوق دول. وبتختار نقاط التشغيل. طبعا لو انت مش امريكي مش هباني عندك اصلا نقاط التشغيل. فعلشان تباني عندك نقاط التشغيل لازم يكون امريكي. زي ما انتم شايفين كده ادي نقاط التشغيل. بدوس عليها. اختار النقاط المكتسبة. زي ما هي موجودة قدامك اهو. انزل تحت خالص. يمكنك الحصول على النقاط مقابل تجربة العاب وتطبيقات. ادوس على اي واحد في دول. ادوس تنزيل وارجع تاني خلاص انا خدت الخمس نقطة. معايا كم نقطة فوق? ستمية واحد وستين قدامكم اهم. ستمية واحد وستين في ثواني هدوس على اول عرض. ادوس تثبيت. تمام? انا خلاص دوس تثبيت. لو رجعت كده هتلاقي نفسي ان انا بقت ستمية ستة وستين ما عملتش اي حظ خالص. هدوس على العرض اللي بعده. هدوس تثبيت. هرجع بقى ستمية ستة وستين بقى كم? ستمية واحد وسبعين. في ثواني يا شباب. اللي بعده كانوا ستمية واحد وسبعين بقى ستمية خمسة وسبعين. تمام? ادي اه هدوس تثبيت وهرجع بقوا ستمية واحد وتمانين نقطة. بخط السواني. بتاريخ واحد تمانية. يعني بتاريخ واحد تسعة سوري. اهو بتاريخ النهاردة. واحد تسعة الفين وعشرين. ستمية واحد وتمانين نقطة. كانوا ستمية واحد وستين خد عشرين نقطة في ثواني. ماشي? طيب. ده بس اللي بقدر خب منه نقاط مجانية. لا. الميزات. الميزات. احنا خلاص خلصنا النقاط المكتسبة. الميزات دي بقى بتاخد عليها. نقاط كل اسبوع. ماشي يا شباب? انا اجلتها شوية. يعني المفروض الجايزة اللي جاية. اه يوم اربعة ستمبر. اللي هو بعد تلات ايام. بس هي كل اسبوع. بس انا مخدش الاسبوعية بتاعكو بتاعتي. علشان لما اجعملكو الفيديو انت تشوفوني وانا باخد النقط دي وتشوف وانا هاخد كم نقطة. المفترض ان انا باخد النقط دي من خمسة لمتين نقطة. حسب الليفل بتاعك. وحسب المستوى بتاعت. طيب انا المستوى بتاعي ايه? انا حاليا المستوى بتاعي زهبي. بعد ما اخد النقط دي دلوقتي هشرح لكم المستويات بالتفصيل وازاي تطلع المستوى اللي بعده. ماشي يا شباب? يلا هدوس على كلمة مطالبة. عشان اخد النقط الاسبوعية بتاعتي اللي انا اتأخرت عليها كام يوم. علشان اوريها لكم. بص كاتب لك تحت ايه? انكر لتعرف المكافأة. كسب ما يصل الى ميتين نقطة في برنامج جوجل بلاي. ماشي? او نقاط بلاي. اوكي? هندوس وهنعرف هناخد كم نقطة. من خمسة لمتين نقطة. انا قبل كده اتلع لي خمسة وعشرة. مرة واحدة بس اللي اتلعت لي ميتين نقطة وكنت محظوظ جدا وكنت فرحان جدا. فيا دلوقتي لو اتلعت لي ميتين نقطة وبقت تمنمية نقطة. ده كده انا هبقى زي الفل بصراحة. يلا ندوس مع بعض ونشوف. ها? خمس نقط. كام النقطة تبع عندي دلوقتي? ستمية ستة وتمانين نقطة. ماشي يا شباب? يعني انا دلوقتي خدت خمسة وعشرين نقطة في ثواني. خمسة وعشرين نقطة في ثواني يا شباب ما خدتش وقت خالص. ده اول اكاونت. هوريكو تاني اكاونت بس هكون اسرع شوية وانا ابره لكم. نرجع لموضوع المستويات. ايه موضوع المستويات? عشان في ناس كتير مازالت في المستوى البرونزي وعايزين يتطمنوا. واحنا هنفضل في مستوى البرونزي. احنا بقالنا سنة. احنا كده ولا قدامنا عشرين سنة على ما نشحن. زي ما انتم شايفين في الميزات الجايزة اللي بعد كده يوم اربعة سبتمبر. يعني بعد تلات ايام بالزبط. هياخد جايزة تاني اسبوعية. لو كل اسبوع باخد خمس نقطة بس. ده كده زي الفل. يعني احسبوا الشهر كده هيبقى في عشرين نقطة. غير العشرين نقطة اللي بتاخدهم كل شهر. يعني اربعين نقطة. ده دابل قليل. انما هو اصلا طبعا بعد الان نزلتها بتتثبت ايه? انا اقفرها انا مش عايزها. خلينا في متجر الجوجل اللي احنا عليه دلوقتي. ماشي? يعني كل اسبوع انت بتاخد من خمسة لمتين نقطة او من خمسة لميتة نقطة حسب المستوى بتاعك. نيجي الموضوع المستويات. ادي اول مستوى انت بتبدأ عليها هو المستوى البرونزي. اوكي? كاز بنقطة واحدة كل ما تشتري. لو تشتري بدولار تاخد نقطة جوجل بلاي. ماشي. دي احنا عارفينها. الالعاب المشهورة او في الاسبوع بتاخد عليها اربع نقطة. مش نقطة واحدة بس زي هنا. لو انت حاجات كتاب او اتجارت كتاب او الكلام ده ملناش ده او احنا ما بنفعش حاجة. احنا عايزين مجاني. المهم ان حضرتك مجرب ما هكامل الميت نقطة. هتحود على المستوى اللي بعده اللي هو المستوى الفضي. وهيبقى متاح عندك الجايزة الاسبوعية زي ما انتا شايف. كتابت تحت اهي? الجوائز اسبوعية للمستوى الفضي. يمكنك شراء المزيد من المنتجات في كل اسبوع اللي يصل الى خمسين نقطة. ماشي يا شباب? الجوائز الاسبوعية دي مهمة جدا جدا. لان انت بتاخد كل اسبوع جايزة. في المستوى الفضي بتبقى من خمسة للخمسين نقطة. في المستوى الزهبي زي ما انتو شايفين تحت. من خمسة لمتين نقطة. في المستوى بلاتيني من خمسة لخمسمية نقطة زي ما انتو شايفين كده تحت. ماشي يا شباب? انت بتاخد في الشهر. انا دلوقتي هو مسلا خدت عشرين نقطة. احيانا بتبقى تلاتين نقطة. احيانا بتبقى اربعين نقطة. حسب التطبيقات الشهرية اللي بديها لك. لو هم عشرين نقطة بس. فمعنى كده ان انت في خمس شهور فقط. هكون الميت نقطة اللي هتطلع بهم للمستوى اللي بعد كده. اللي هو مستوى اللي بعد كده اللي هو ايه? المستوى الزهبي. الزهبي ولا ايه بالزبط? البرونزي لأ المستوى الفضي اولا. ماشي يا شباب? يعني انت اه ميت نقطة هتوصل اه هو هنا مية وخمسين نقطة هتبقى كمان ايه? فضي. لا او مية وخمسين نقطة. مية وخمسين نقطة. المستوى البرونزي هنا هو. ده اول مستوى انت بتبدأ بيه. هنا مية وخمسين نقطة بتبقى فضي. ماشي يا شباب? المستوى الزهبي ستمية نقطة زي ما انتم شايفين كده. يعني الموضوع سهل وبسيط. الموضوع مش محتاج التفكير ده كله. وانت كده كده تستخدم جيميل. فبدل ما تستخدم الجيميل العادي بتاعك استخدم الجيميل الامريكي. لان انتو زي ما انتم شايفين انا بتحصل على نقاط مجانية. خدت خمسة وعشرين نقطة في ثواني. وكمان كمان كم يوم? يوم اربعة سبتمبر اهو النهاردة واحد سبتمبر. يوم سبتمبر. هياخد احنا في شهر عشر ولا في شهر تسعة? احنا في سبتمبر عموما يعني. اه يوم اربعة سبتمبر اللي هو كمان تلات ايام. انا هاخد جايزة اخرى اسبوعية من خمسة لمتين نقطة. هفتح معاكم الجيميل التاني. وهاخدوا النقطة بتاعته هو كمان انتظروني. ادي يا شباب الجيميل بتاعي التاني. وفي ستة واربعين نقطة بس. اللي هو اعتبروا ان هو زي الجيميلات بتاعكم بقى اللي هي العادية. ستة واربعين نقطة اللي هي نقاط ضعيفة. ونشوف هنحصل على كام نقطة في دلوقتي حالا. برضو ننزل نلفز الحاجة اللي هي النقاط المكتسبة. خلاص احنا فهمنا بقى. النقاط المكتسبة. ننزل تحت خالص. يلا ندوس على اللعب عشان نحول النقطة بسرعة. ونرجع على طول. تثبيت. الان عبر اي شبكة. حسنا. نرجع. النقط كانوا دلوقتي بقى واحد وخمسين نقطة هم زي ما انتم شايفين. كانوا ستة واربعين بقى واحد وخمسين. تثبيت. نرجع. بقوا ستة وخمسين زي ما انتم شايفين النقطة بتزيد في ثواني. يعني حتى ما بستناش الطبيق ينزل. انا بروح ده استنزيل وارجع على طول. بقوا ستين نقطة. بقوا واحد وستين نقطة. يلا اللي بعده. عشان الناس بس اللي بيقولوا ده احنا كده هنقعد كم سنة عشان نشحن وكم سنة عشان نعمل. يا برينز انت النقطة بتزيب معك في ثواني. ادي ستة وستين نقطة في ثواني زي ما انتم شايفين يا شباب. ماشي? طيب ندخل بقى على كلمة الميزات اللي هي الجايزة الاسبوعية. برضو عندي جايزة هم موجودة. وفي جايزة تاني يوم اربعة سبتمبر اللي هو بعد كام يوم. هدوس على كلمة مطالبة. يا رب يطلع لي هنا نقطة كويسة. النقط اللي فاتت جربناها. وتلعت خمس نقط. هنا برضو من خمسة لمتين نقطة يا مساهل يا رب. خمس نقط برضو. اصبحوا كم نقطة دلوقتي واحد وسبعين نقطة. خدت ثواني يا شباب. ماخدتش اي ثواني. هدوس على كلمة استخدام. زي ما قلت لك انت تقدر تبدلهم ببطاقة ببطاقة خمسة دولار المتين وخمسين نقطة بخمسة دولار في لعب بابجي موبايل. التلتمية نقطة لأ بلاش منهم. دول بيديك شوية سنة دي ما لهمش اي لازمة. وهو دي الالعاب المختلفة. وهو روح لكم كمان بطاقة جوجل بلاي. بطاقة جوجل بلاي الميت نقطة بوان دولار. المتين نقطة باتنين دولار الخمسمة نقطة بخمسة دولار. الالف نقطة بعشرة دولار. بس يستحسن لو انت بتلعب لعبة معينة بدل النقطة بتاعتها من جوه افضل بكتير جدا بيديك نص السعر. يعني مثلا بابجي الخمسة دولار بمتين وخمسين آآ نقطة. انما لو جبت من جوجل بلاي دولار واحد بمية نقطة يعني المتين وخمسين نقطة دول انت هتجيب بيهم اتنين دولار فقط. انما هنا انت بتاخد خمسة دولار. الخمسة دولار جوجل بلاي بخمسمية نقطة. هنا بمتين وخمسين نقطة فقط. ماشي يا شباب. يا رب اكونوا استفدتوا بالفيديو. يا رب اكون شجعتكم. يا رب اشوف لايك كويس ليكم. ويا رب اشوف الفيديو ده اخيرا استفدتوا بيه. وكل شهر نتقابل ان شاء الله. انا مش محتاج ان انا وريكم الجايزة الاسبوعية خلاص انتوا فهمتوها بتاعت ايه? وبتجي ازاي? مجرب ما هتعدي الليفل بتاعك البرونزي. هتبقى انت مستواك آآ فضي او زهبي. انت هتقدر تتحصل على الميزات اللي هي الجايزة الاسبوعية ودي بتوصل لمتين نقطة. في الاول خالص هتبقى من خمسة للمية نقطة. بعد كده هتبقى من خمسة للمتين نقطة. بعد كده هتبقى من خمسة لخمسمية نقطة. ماشي يا شباب? ما تنساش لو انت اول مرة تتفرج جميل منك. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.